مرحبا بكم في قناة مطبخ دير خسيهان بطنية اذا عجبتكم القناة وحبتوا تشجعوني والدعموني يخليوا لي اكبر عدد من اللايكات او الاعجابات وبرتجيوا الفيديو عبر جميع مواقع الاجتماعية بلا ما تنسي حبيبتي وغاليتي انتي لدخلتين جديدة اشتركي وفعلي جرس ليصلكي كل ما هو جديد مرحبا يا اغلنا السلام عليكم لبنان ان شاء الله تكونوا كاملة بس وابي صحة جيدة ان شاء الله تكونوا هنين وثانين كما راكم تشوفوا الفيديو تا اليوم حيكون على الحملة مفور الحملة راهم داير حالة في العراس صورتو احنا في باتنا راهو مشهور مبين اطباق تا الاعراس وانا كل صراحة هذ الطبخ كان من بين الاطباق في عرسي كما كم تشوفون ينقسم لكم فيه اكم تشوفوا القوام نتاعب لما نهضر طايب زبدة والبنة ما نحكي لكمش ما نحكي لكمش البنات بني كما راكم تشوفوا المهم نروحوا المقادر تاع الوصفة لبنات هنا وش عندي هذا وش عندي عندي الحم يكون هبرات يعني الحم المفور يحب الحم يكون هبرة مش بالاعظم ولا ولا كانت في عظم فيه شوية لانه عندي طرف فيها شوية عندي شوية زيتة لبنات ها هو كي الحم عندي الزيت عندي المطارد عندي درست الفل الهريسة او درست الفلفل وهريسة وعندي بصل وثوم حبة بصلة وثوم هاذو ش راح نحتاجه في البصل حطيت كي ما كنتشوفوا هنرحي حبة البصلة والسنة تعثم هنا يستغل فرصة لبنات ونذكركم بالمسابقات تعكوا كبادة لبنات المسابقة راه يتبدأ 23 في الشهر هذا ثلاثة وعشرين واخر يوم راح يكون اربعة وعشرين يعني التحدي الاول راح يبدأ باش نخلصوا التحدي اللون نبدأوا في التحدي ثاني كي ما قلت لكم التحدي الاول هيكون على المقبلات الشاف هذي هي كي ما راكم تشوفوا بعد ما رحيت البصلة والثوم اضفت لها شوية زيت ومن بعد نزيد نضيف لها شوية موطارد اللي هو الخردل هاماكي البنات ركزوا باك تتبعوا الخطوات باش يخرج لكم نفس القوام ونفس الذوق ركزوا لي على الذوق يا البنات ركزوا لي على الذوق من بعد لوحت درست الهريسة او درست الفلفل اي تتباع الدرسة هكها لون اخضر ولون احمر انا استعملت الاحمر زيدي ديري الهريسة ودرت شوية فلفل اسود اللي ما يحبش الحار بزاف ما تكثريش بس حوا حيعطيها ذوق رائع وراح ندير فلفل احمر غبرة تحبي تديري الحلو والله الحار انا درت الحار هنا درت شوية كوسبور ودرت الملح هادو هما وش نحتاجو فهذا الخلطة اللي راح نتبلو بيها هذا كل حب خلط او عفوا ندمشت كلش مع بعضها البصلة الثومة الكصبر الملح في فلكح الكمونة اه خلط كلش مع بعضها من مطار له ريسة الدرسة وحطيت هذك اللحم حاولت ندخل كلش مع بعضها هنا يا هذي خدمتها لي لا قبل للبنات يعني بج تخرج لك نتيجة مليحة ويحب يحب عفوا هذ المراحل بعد ما خلط كلش مع بعضها حطيته في علبة وخليته الليلة كاملة في ثلاجة يعني ديريه في الليل ووقف لي عليه بهذا الطريقة وحطيه في الثلاجة مفهوم شافي هكا علواه راح هياخذ راحتو باش يتنكه يعني هذو كل ليزي بيس ويصلوا كامل تحسين دخلوا اه متصت الحم ذاك متص النكهة هنا صباحة لبنات كي ما راكم تشوفوا شوفوا كيف هو الله نلوح له شوية مع النوس نقطع رقيق هنا كينا ملاحظة كانوا اخواتي لانه هذا الفيديو كنت دخلته في الروتين وقلتكم نحطه لكم بتفصيل الموميل من بين التعليقات كينا اخت شو كان عن نصيحها حبيبتي اخذتها بعين الاعتبار قتلي حبيبتي حاولي تتفاداي البابي فيلم والله مع لبالي قتلي مضر مع انه هو مديرين وخاص بالطبخ بالصح ان شاء الله قتلي ملا حتى نتوم البنات حاولوا تديروا البابي فيلم يعني الورق الغذائي في بلاست البلاستيك الغذائي هكا برك باش نحاولونا اذا كان اطلاع اكثر على الموضوع هذا ان شاء الله هنا نزيدو ندو معلومات تكون ايفيكاس كي ما يقولوا المهم شوفوا البنات هنا يبشح هندير راح نحط شوية من هذك الخلطة تاع البصلة والدرسة تاع البصلة والحكايات هذو نحط فوقهم اللحم شوفوا لحت شوية من هذك الخلطة اللي نكهت بها هذك اللحم تقدري تديري مام جاج تقدري تديري مام الجاج في بلاست اللحم بصح هو اللحم ما نحكي لكمش راه هو دنيا اخرى يا ابننا ما نحكي لكمش شوفوا نقفل عليه هكي ما قلت لكم ديروا البابي اه بابي كويس اه عفوا ديروا الورق الغذائي ماما باعد ديروه لو البابي اه المينيان او لكم قلكم عليها لازم البابي اه المينيان اول شي غلاف الاول هذا راح يحمينا يحمينا لحمان تاعو والاااا والتتبيل انتاعو بيش ما تخرش اذا راح التتبيل هذي كراح كل شوش خدمتي وش خليتيه بات باش يتنك يروح لك اكل على هذا المرحلة أولى ضرورية باش نحافظوا على الحم التاعنا ونحافظوا عنك هذيك لحظة نحتاجوها فيما بعد فهمتم من بعد نغلفوها بالبابي آليمينيوم وشي هو الدور تاع البابي آليمينيوم اللي بنات الدور تعو انه راح يحافظ الحرارة وراح يخليه يطيب زبدة كي ما نقولو حنايا كي شغل يدير طبقة يساعد في الطهي شوف هاكا غطية يدير يلوزوش طبقات هنا على الحساب بالحم اذا كانوا طرف صغر ولا كبار حاولي كل طرف ديريه وحده ولا تديري كي ما انا يا ذوك على حساب عدد الافراد متقدريش تحكمي هذا ما كان حطيت الماء البرما حطيت فيها شوية ما معاي غلي معاي هز الغليا حطيت هذك الحم حطيته على في الكسكس على البرما ها هو كي وقفلت عليه وخليته يطيب على غرضه هنا اذا نصتي الصباح كي ما كنتشوفوا حطيته في الكانون الصغير وخليته يطيب في غرضه كي ما شتو كنتدخلته في الروتين كان عندي شغل تعددار او قضيان تعددار كنت نخدم في اموري وخليته يطيب في غرضه ميجا تلحقت معاش طاب شو نقول لكم ذوك تشوفوا بعينيكم درجة انه العظام تعال العظام تعال الحمطار وحده بعد ما يطيب نحيوه كي فعلا بلاحظ كيف اطعر في لسهام مرة على مرة اطلع عليه اه انا خليته اخذا وقته يعني كنت نخدم من جيت نكمل قيته ومليح انتي اه مقيسي والله ساعة ساعة احلي وشوفي دوكي اه شقي عفوا بفرشيطه ولا تعرف ايه شوفوا هنا طاب طاب معندي مرة حنزيد لو شوفوا كيف رهو يتا وحده يتفتت وش رح ندير حننحيلو هذك الغلف الغذائي بلاستيك الغذائي عفوا والبابي اليومينيوم وحاولي تحطي في سحن باش الاشياء التوابل هذوك يبقاوا لانو حنحتاجوهم كصاص في حمطو البنات هاكا ها شوفوا العظام تعل العظام تعل الحم كيف هراوي تنحى بسهولة كما كنت شوفوا هذي التطبيل اللي كنحينا الحم وش رح ندير ما نش رح نطيش ها هذي كرا هي مهمة جدا اه وش ندير كما كنت شوفوا رح نحطها في هذا التاس ونميكسيها مليح 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 بس هيا في العراس يتحط مع البربوش هيا يعني شوف يا اي ما تحطيه تمديه بهالطريقة كما كم تشوفوا درت البطاطا طيبتها في شوية ما كي طابت البطاطا درت الشوي فلفل اسود وملح وزبدة ورح كما كم تشوفوا استعملت هاذ اللي باني نحيبه نرجعوا لموضوعنا لبنات اللحم هذا في الاعراس يتحط مع البربوش ها كيما ناوقت عرسي اه سقسانة طباخ قلنا وش بغيتوا اللحم كيفه تبغيوه اه تاع البربوش ها تحبوه يمدلك ليش واي يقولك بغيته مفور وإلا بغيته طيب مع الطيب عادي كيما يطيب في في المرقات على البربوش ها احنا قلنا لو ديروا مفور الحمدو لله اه ما كانش لي ما عجبوش الحم لمفور والله يصدقونين بنات نتحداك وما كانش لي طيب اه بالحم او يفوروا تبعي بك الخطوات نتحدى اي وحدة ما يعجبهاش راهوا بنين على الكيف المهم هذا هو الفيديو تاع اليوم واكيد نحط لكم الوصفة في كوكباد مكتوبة اه بالنسبة الاخوات اللي يحبوا الوصفة مكتوبة ما بقى لي غير نقولكم في امان الله وفي الملتقى ربي يلاقينا في ساعة الخير وسنوني فيديوهات جاي ان شاء الله وفيديو البريوش مانيش نازيتكم حبيبات قلبي انتم هايا في امان الله وفي الملتقى وشاهية طيبة للجميع سلام اشتركي وفعل الجرس ليصلك كل ما هو جديد مرحبا يا اغلنا مرحبا يا اغلنا